موسيقى اليوم الفريق الاشتراكي تشارك مع الشباب الاتحادية بصدد تنظيم اليوم الدراسي والشباب في قلب تحديات الديمقراطية والتنموية اللقاء تأتي في واحد سياق القضايا الشباب تطرح بنفسها في مجتمع بلدنا في قصة القضايا المرتبطة بالبطالة قضايا المرتبطة بالشغل، المرتبطة بالبحث العلمي، المرتبطة بالتعليم، المرتبطة بالصحة والم Cat Andrill شباب أخبرهم اليوم به التعليم العالية الثلاغ waist、 في ارتفاع البطالة في صوف الخروجين والخرجات الإشكالات المرتبطة بالبحث العلمي اجمالات لو جميع الجامعات إلى غير ذلك فبالتالي هذه قضايا مرتبطة بالشباب بشكل أكبر هي مرتبطة بالقضايا الكبرى اللي كتشغل الشباب وال我有àng وقت لها الشباب القضايا المرتبطة بالرياضة وطقافة عليه وقاضية ليتابق الفنون بما أننا بإمكاننا ان يؤثروا هذا المنقاش مع الشبيبara الإشتراكيين ولكن أيضاً بالفتاح على شبيبات الأحزاب أخرى ومع الجمعيات التي تشتغل على الموضوع الشباب فهو باش نلحقوا واحد السلسلة اللي كانت أعتقدوا بأنها بحيلة توقفت شوية يعني في 2011 أثناء دستور 2011 كان كل المذكرات اللي جاءت أنائدين كانت تحت على الشباب وإعطاء الفرصة للشباب في كل المجالات اليوم بعد مسافة ديال 13 سنة تقريباً على الدستور لاحظنا بحليل أخفت الصوت ديال أهمية إعطاء الشباب وما ننجحناش في الـ 15 سنة أن تكون لدينا سياسات حقيقية موجهة للشباب اللي تعطي أجوبة على الموضوع ما ننجحناش في تكون لدينا مؤسسات قوية معنية بالشباب الوزارة للشباب اليوم كانت تحتل الشباب في الوزارة دلع ماشي قوي المؤسسة ديال الشباب والعمل الجماعوي اللي كان المفروض أنها تخرج الوجود ما خرجتش الوجود هذا يعطينا إجمالاً واحد تتبدوه بنوعاً ما لأن السياسة العمومية الموجهة للشباب ما زال ما روح هذا المكان فبالتالي اليوم الوقوف عند الموضوع اليوم وبهذا الزخام اللي كانت شوفوه وانا بالنسبة لي الحضور بهذا الكم كيف وقت 300 شاب يحضروا اللقاء من هذا النوع في قلب البرلمان هو مرة أخرى إعادت هذا الصوت بأننا نحن في حاجة للقضايا الشباب ترجع للنقاش وكنقول احنا فتحنا النقاش ومش نقفله أبرز عنوان كين في داخل المحاور اللي كتناقش اليوم القضايا الجديدة للشباب والذكاء الصناعي يعني اليوم كل مقبل على ما يحدود في العالم اليوم نوعاً ما رهائن ديالما تطورات التقنية والتكنولوجية شنو الأجوبة اللي غتكون عندنا الموضوع كما قلت سابقاً نحن مقبلين على تنظيم كأس العالم شنو وما يرتبطوا به بالجانب الرياضي ولكن ما يرتبطوا أيضاً بالجانب الحقوقي بجانب الحريات بجانب البنيات تحتية كلها ما يمكنش يكون ينجح هذا الورش الكبير اللي عندنا في عمر ديال 5 سنوات إلا شابيبات وقفة كتشتغل كتغني كتعند الحريات ديالها كتكينف مواقع ديال القرار إذن اليوم كنقول مرة أخرى ما اللي كنتلقون لقدش كنتلقوا في واحد عنوان عريض هو نحو واحد للقانون إطار موجين لسياسات الشبابية في بلدنا لأننا نحن في حاجة لترسانة شريعية اللي تطلق الورش ولكن ليس يتعطلوا يعني أن تطلق الورش ولكن نتمنى هو أن نتلتقط الحكومة والفرقة الآخرين الفكرة ويتنضم عليها الجميع لأننا مفروض تكون قضايا الشباب هي قضايا عرضانية مرتبطة بالجميع وكتهم الجميع إذن اليوم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية مع الشبيبة الاتحادية كنتموا واحد اليوم دراسي للموضوع دياله الأساسي هو الشباب المغربي والشابات المغربيات والتحديات والمشاكل والأفاق والآمال اللي كيعيشوا هات الشباب علاش نحن في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية كنتموا هذا اليوم نحن في الفريق نطمنا هذا اليوم لأن أولا انتماءنا الحزب الاتحاد الاشتراكي هو حزب اللي دائما أولا تم إنشاؤه من شباب مغربي الشباب الذين يجبوا الاستقلال لهذا الوطن وشباب الذين يناضلوا من أجل حريات المواطنين ومن أجل حريات الجماعية المغربة والحريات الفرضية والمساواة والحقوق هذا الحزب عنده شبيبة من أعرق الشبيبات المغربية هذه شبيبة التي تأسست سنة 75 والآن يمكن العمر خمسين سنة هذا الحزب كذلك كما قلنا حامل لهموم ولمشاكل الشباب ولماذا في هذه الحزب بالذات؟ لأن الأسف في زمن حكومة عزيزة خنوش حكومة تجمع الوطني الأحرى وحلفائه أصبح الشباب أكثر تضررا مما سبق ونلاحظ أنه لا توجد لحد الآن أي سياسة مندمجة ومتناسقة موجهة الشباب كاللاحظة الخبطة التي يعيشها قطع التعليم والتكوين خاصة التعليم العالي ببرامجات اختلفة وكيف يتم فيها وكيف نريد أن نكون الجامعات وكيف سيكونوا إقليميين وكيف سيكونوا الأقطاب وكيف الأقطاب الجامعية يعني القطع العام أو الخاص أو كلاهما وكيف الهدف دينا هو التطوف معايير دولية أو التكوين الحقيقي للشباب والشابات المغربين هذا نموذج نفس الشيء في المجال الاستثمار وكانت برامج للأسف محبطة تم توجيهها للشباب يمكن أن تذكروا برنامج فرصة وكل نكعة في المآسي التي يعيشها الشباب اليوم مع هذا البرامج والذي ما زال الأسف ما زال ينكشفها في مختلف المجالات كاللاحظة بأن ما يمكن أن يعتبر كبرامج موجهة الشباب هي اليوم الأسف زمن هذه الحكومة برامج فاشلة والأسف لا يوجد إدراكة هذا الفشل ولا يوجد نية في التوجه بصدق لهذه الشباب ببرامج حقيقية ومصاحتهم أحيانا بمشاكين اليوم البطالة في المغرب وصلت تقريبا 14% وهذا الرقم يتضاعف عند الشباب والشباب المغربيين اليوم الفقر في المغربي برتفع بكثر من نقطة فاصلة 2 وهذا الرقم يتضاعف عند الشباب والشباب المغربيين فلهذا الأسباب في الفريق الاشتراكي كان أعتبر بأننا بحاجة لقانون إطاري للشباب يلزم هذه الحكومة والحكومات التي تبعها في المستقبل أن سياساتها تجاه الشباب أولا أن يتم إعدادها أن يتم تمويلها وأن تكون هناك الأدنى من التقائية بين هذه السياسات وتكون لدينا أهليات تقييم من الأطار سياساتنا العمومية على هذه الفئة التي هي الشباب المغربي لا تريد أن يكون لدينا الخير أو الإحسان بل على العكس لأن لا تقدم ولا تطور بدون شباب واعي مكون ومدمج بشكل قوي وبالعكس يمكن الشباب هو الذي يدفع أي تغيير عبر الأزمينة وعبر التاري ترجمة نانسي قنقر